خبر تاني مهم مع أنه ممكن تحطه يدك على ودنك ممكن على ودن واحدة بس دلوقتي لأنه خبر يخص الأهلي طبعا وبقية الأندية ولكن هو خبر مهم لحيكأس السوبر المصري للأبطال اللي حيقام في أبوظبي خلال الأربع مواسم القادمة أبرم مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة اتفاقية شراكة لإقامة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي لأربعة مواسم متتالية من عام 2023 وأكدت الاتفاقية على تجديد استضافة أبوظبي لكأس السوبر المصري في نسخ الأربعة المقبلة السبعة والتمنى والتسعة والعشر وبنظامها الجديد اللي بيعتمد للمرة الأولى على مشاركة أربع فرق هذه المرة بيحمل اسم كأس السوبر المصري للأبطال وعبر سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عن اعتزاز المجلس باستمرار الشراكة مع المتحدة للرياضة وبما أفضى إلى هذا التعاون المثمر في جعل أبوظبي بمثابة موطن جديد للسوبر المصري والذي يأتي انسجاما مع العلاقات الوطيدة التي تجمع ما بين البلدين الشقيقين وتابع يعد أو تعد بطولة السوبر المصري للأبطال ضمن أولويات اهتمام مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيمه للفعليات لا سيما وأن هذه الأولويات مدنية على الشراكة المتينة التي تجمع أبوظبي الرياضية بالشاركة الرعية والاتحاد المصري لكرة القدم ولطبيعة العلاقة المتميزة بين كرة القدم الإماراتية والمصرية واختتم الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي قائلا نرحب من جديد بالأشقاء المصريين في أبوظبي كما نزفه التهنئة لأشاق كرة القدم والجالية المصرية في الإمارات أن بإمكانها هذه المرة الاستمتاع بفرقهم المفضلة لأسبوع كامل وليس لمدة تسعين دقيقة فقط ومن جانبه قال المهندس السيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريزنتيشن سبورت ممثلا عن الشركة المتحدة للرياضة أن النجاح اللافت لمجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم ست نسخ من بطولة السوبر المصري عزز فكرة تطوير البطولة بحيث تضم أربع فرق في دورة مجمعة تحمل اسم كأس السوبر المصري للأبطال لتقديم وجبة كروية دسمة تعبر عن قيمة وعراقة الكرة المصرية وأضاف الوزيري أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الشركة المتحدة للرياضة على امتداد دورها الداعم لكرة القدم وتوسيع انتشار المسابقات المصرية ورصدها لدى الجمهور العربي وتعميق الفاعلية والتواصل مع أبناء الجالية المصرية في أنحاء الإمارات وبقية دول الخليج الشقيقة عبر ثلاث مباريات قوية تمثل نخبة الأندية والمواهب المصرية وهو ما يترجم قيم الشركة في تفعيل دور الرياضة كوسيلة للتقارب والمتعة وتوثيق الصلاة الإنسانية تضلن عن تأكيد قيمة وجمهرية الكرة المصرية على نتاقها العربي العريط اختتم أيضا المهندس سيف الوزيري كلامه بتوجيه الشكر للمجلس أبوظبي على الشراكة المتميزة والمثمرة لافتا إلى أن هناك مؤتمر صحفي سيُعقد في أبوظبي سبتمبر المقبل للإعلان عن كافة التفاصيل الاتفاق ونظام البطولة وموعد انطلاقها والفرق المشاركة يعني يذكر أن في المؤتمر الصحفي اللي حيُعقد في سبتمبر المقبل سيتم في إعلان نظام البطولة بمشاركة أربع فرق على النحو التالي بطل الدوري العام المصري الممتاز طبعا بطل كأس مصر بطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم ووصيف الدوري العام المصري الممتاز وفي حال حصول بطل الدوري على كأس مصر أو كأس الربطة يستبدل بوصيف كأس مصر وفي حال حصول بطل كأس مصر على كأس رابطة الأندية المصرية يستبدل بوصيف كأس مصر أيضا وفي حال تكرار نفس الفريق في البطولات الموضحة أعلى تتم الأولوية في المشاركة حسب ترتيب الدوري العام المصري كل واحد يبص على ترتيبه بقى خلي بالكم من الترتيب خلال الأيام القادمة